المصطلح الأول والذي أردده كثيرا الصنميون الصنميون هم المتلبسون بحالة الصنمية هؤلاء هم الصنميون الصنميون يمكنني أن أعبر عنهم هم شيعة المراجع والعلماء وشيعة الزعماء شيعة الزعماء الدينيين والسياسيين هؤلاء هم الصنميون جذر الصنمية موجود في الإنسان هناك جذر في الكائن البشري هذا الجذر إذا ما نمى بشكل صحيح فإنه سيدفع الإنسان إلى البحث عن إمامه ولكن إذا لم ينمو بشكل صحيح فإنه سيبحث عن صنم في مكان ما في جهة ما بغض النظر عن ديني هذا الشخص أو معتقده فلربما قد تجد شخصا لا دينيا لا يؤمن بالأديان ولكنه ينصب له صنما قد يكون نجما من نجوم الرياضة أو يكون نجما من نجوم الغناء أو يكون أو يكون أو يكون زعيما سياسيا مرموقا وهكذا تجري الأمور فصنمية لها جذر في بنية التكوين للإنسان ما جاء في أحاديث أهل البيت في معنى الفطرة والرواية عن إمامنا الصادق الفطرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله علي ولي الله هذه هي الفطرة والفطرة هي جذر الجذور التي تتشكل منها شخصية الإنسان فإذا نمت هذه الجذور من فطرة سليمة ليست مشوهة هناك فطرة مشوهة أنا هنا لا أريد الحديث عن التفاصيل في هذا الموضوع من جميع الجهات ولكنني لأجل بياني هذا العنوان الصنميون لا بد من هذا التوضيح حتى تتضح الفكرة فللصنمية جذر في باطن الإنسان لو نمى بشكل صحيح ذهب باتجاه التسليم والسالمية نحن مع الإمام المعصوم نتعامل بهذا المعنى بمعنى التسليم والسالمية لا بمعنى الصنمية البغيضة المحنط للإنسان والتي تحول الإنسان إلى جماد أو إلى بهيمة من دون عقل إذا ما ذهبنا إلى الكتاب الكريم وذهبنا إلى سورة الأعراف في الآية الثامنة والثلاثين بعد المئة بنو إسرائيل بعد أن عبروا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون الصنمية الصنمية قرينة الجهل والجهل قرين الصنمية لن تجتمع الصنمية مع العلم الحقيقي ولن تجتمع الصنمية مع العقل المتيقض المتحفز مع العقل الذي يسبر أغوار الأمور الصنمية تعيش مع شيء قد يسمى بالعقل ولكنه في غاية الخبول الصنمية تعيش مع الجهل والجهالة الصنمية تعيش مع التكبر ومع العنجهية ومع اعتقاد الإنسان في نفسه من أنه كذا وكذا وهو اللاشيء الآية هنا تتحدث عن بني إسرائيل لكنها تتحدث عن الطبيعة البشرية وما بنوا إسرائيل هنا إلا مثل إلا مثال هذه صورة تأريخية من بني إسرائيل لكنها تنبئنا عن الطبيعة البشرية وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هل إنكم قوم تجهلون هذا المنطق الغبي وهذا المنطق الأثول هذا المنطق هو الذي قادهم بعد أن ذهب موسى إلى المقاط في نفس سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار اتخذوه إلها فذلك الجهل قادهم إلى هذه الجهالة والحماقة والسفاهة والضلالة لو أنهم كانوا في حالة تسليم لنبيهم وفي حالة تسليم لوصيه لهارون لما حدث الذي حدث فذلك الجذر كان ينمو باتجاه الصنمية لو كان ينمو نموا صحيحا لنما باتجاه التسليم الصنمية تذهب باتجاه الجبت والطاغوت والتسليم والسالمية التي هي أعلى من التسليم تذهب باتجاه الإمام المعصوم الموضوع دقيق والمطلب عميق كان بيودي أن أتحدث في هذا الجانب بشكل مفصل لكن الحلقة ليست مخصصة للتوغل في الآيات والأحاديث الشريفة وفي الأدعية والزيارات كي نضع أيدينا على مفاصل الفكر الدقيق في منهج الكتاب والعترة في هذه المسألة إذا سنحت فرصة أخرى في قادم الأيام أتمنى أن أتناول هذا الموضوع هذا هو معاني الأخبار لشيخنا الصدوق وأنا أصر كثيرا على هذه الروايات التي أقرأها دائما وهدفي منها هدفي من هذا التكرار أن المتلقي يستأنس بها ذهنيا ثم يحفظ مضمونها على الأقل ولو بالإجمال مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة ميتين واثنين وسبعين عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو عبد الله إمامنا صادق إياك والرئاسة إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال إياك والرئاسة إياك أن تطلبها أنت وإياك أن تكون مرؤوسا أن تكون تابعا لرئيس لا يستحق الرئاسة الناس نصبوا أو هو قد نصب نفسه إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال فقلت جعلت في ذاك أما الرئاسة فقد عرفتها يعني إذا كان هو طالبا لها وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي أو ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال من أنني ذهبت إلى العلماء وتعلمت منهم فقال ليس حيث تذهب إنني لا أتحدث عن هذا أن تذهب إلى العلماء وأن تحترمهم وأن تطأ أعقابهم احتراما أن تكون سائرا وراءهم ماديا أو معنويا إنني لا أتحدث عن هذا فقال ليس حيث تذهب إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة دون الإمام المعصور فما جاء في التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم هذه حجية عرضية ليست مطلقة وأنا حجة الله عليهم هذه حجية إضافية عرضية خبروية مقيدة محددة مشروط سمي ما شئت الحجة المطلقة فقط للإمام المعصوم صلوات الله عليه إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال الرواية الثانية في صفحة 283 من معاني الأخبار عن سفيان بن خالد الإمام يقول له إمامنا صادق صلوات الله عليه يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك فقلت له جعلت في ذاك قد هلكنا لأننا نطلب أن نكون مقدمين فيما بين أقوامنا ونطلب أن نكون مقدمين بين أهل العلم فقلت له جعلت في ذاك قد هلكنا إذ ليس أحد من إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه فقال ليس حيث تذهب إليه إنني لا أقصد أن تكون عالما وأن تكون مميزا بين الناس ومشخصا إنني لا أقصد هذا يا سفيان لا أقصد ليس ثقه في كل ما قال وتدعو الناس إليه هؤلاء هم الصنميون أنا أتحدث عن هذه المصطلحات وعن هذه العناوين أولا لكي نعرف أنفسنا أين نحن ومن نحن في هذه الدوامة المطرمة والمطربة هناك اضطرام بالميم وهناك اضطراب بالباب نحن نعيش في دوامة مطرمة ومطربة في نفس الوقت فأين نحن هذا هو وسائل الشيعة وهذا الجزء الحادي عشر من منشورات المكتبة الإسلامية طهران صفحة خمسمية وعشرة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب التاسع وثلاثون رقم الحديث الرابع عن عبد الله ابن سنان عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر وأبو حمزة هذا هو الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن عبد الله ابن سنان عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر لباقر العلوم ما أدنى النصب أقل درجة من درجات النصب العداء لكم هنا يبحث عن الجذر أدنى النصب قال قال أن يبتدع الرجل رأيا أن يبتدع الرجل من عنده أو من أعداء أهل البيت بعيدا عن الكتاب والعترة أن يبتدع الابتداء هو خارج نطاق الكتاب والعترة قال أن يبتدع الرجل رأيا لأنه هنا يذهب بعيدا عن آل محمد طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق يعني مساوي فمن طلب المعارف من غير طريقنا إنه ينكرنا إما أنه قد نصب نفسه إماما ومصدرا للعلم وإما قد نصب شخصا آخر من أعدائنا ومخالفين أو من الوسط الشيعي ولكن هذا يخرج من جيبه الخاص أو هو يعب من العيون القذرة والكدرة من عيون النواصب والمخالفين لأئمتنا قلت لأبي جعفر ما أدنى النصب قال أن يبتدع الرجل رأيا وبعد ذلك ماذا يكون أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض عليه ويترتب على ذلك الحب والبغض ويترتب على ذلك تقييم الناس بحسب علاقتهم بهذا الرأي طامة كبيرة وواقعنا هكذا يتشكل فحينما يتبنى المرجع رأيا وإذا ما بحثنا عن أصله فلا أصل له مع آل محمد يتبنى هذا الرأي والصنميون أيضا يتبنون هذا الرأي وبعد ذلك يقسمون الناس على أساس هذا الرأي ويقيمون عواطفهم حبا وبغضا ولاية وبراءة على رأي لو بحثت عن جذوره وأصوله لا علاقة له بآل محمد الساحة الشعية مشحونة بمثل هذا من أولها إلى آخرها عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه ما أدنى النص قال أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض عليه هذه هي الصنمية وهؤلاء هم الصنميون هذه أحوالهم ترجمة نانسي قنقر